بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ازايكم اشتركوا في الفصل ده من كتاب دليل المقولات بنتكلم عن الشراقة الشراقة بمعنى اتخاذ شريك عمل يعني ان انت بكون داخل في مشروع معين مثلا وسيولته كبيرة عليك فبتضطر انك تروح له فلان يشاركك في المشروع بالمال وبالمجهود تمام والمكسب بتقسموه مناصفة او على حسب النسبة المتفق عليها او على حسب الخصة المشارك بيها عمتا الشراقة في اي حاجة سواء المولاد سواء مشروع قائم سواء ايا كان المشروع في بعض الشروط اللي هنتكلم عنها في الكتاب يعني خلي بالك منها بقول لك يجب ان تطافر بين الطرفين عنصر الصق يعني لازم واحد انت بكون عارفه كويس ومش بتكون عارفه بس تكون بتصق فيه وتعاملته قبل كده مع بعض في مديات وليكن مثلا مديات صغيرة فالتزم معاك فيها اتعملته في مديات متوسطة فالتزم معاك فيها يبقى الشخص اللي انت هتشاركه يبقى معروف عنه اللي التزام بس مش اكتر ما تروحش تجيب واحد مشهور عنه ان هو بيقل فلوس الناس او ان هو فاشل في شغله وتروح يعني تبرم معاه عقد شراقة وتخش شركة في مشروع لازم هيحصل خلاف ولازم هيحصل مشاكل الافضل ان يكون الشخص اللي هيشاركك يكون قريب منك يكون ابن عمك اخوك صديقك المقرب لان ساعة ما يحصل مشاكل ووارد جدا انه يحصل مشاكل الموضوع بيبقى بسيط وتعرف وتحلوه بتبقى انت عارف بيته وعارف مكانه وعارف اوله وعارف اخره فمش هاعرف يهرب منك فيه شركة ممكن تلاقيه خاد الفلوس وخلع منك ما تعرفش راح فيه لان انت مش عارفه انت مش عارف ولا اهل ولا عارف بيته حتى لو عارف اهل وعارف بيته هو غريب عنك رح قولهم فلان نصب علي فشوف مين لا يجيب لك حق بقولك الشرط التالت يجب ان تكون حياة الشريك الاخر مستقرة وخالية من المشاكل يعني ما تروحش تجيب لواحد عليها ديول للبنوك وعليها قروض وتروح تقوله والله يتعالي شاركني وكلام من ده ما تروحش تجيب واحد معروف عنه ان هو ما بيخشش في حاجة الا وبيبوزها وتروح تقوله تعالي شاركني في المشروع ده لازم تبقى متطمن مش هقولك مية في المية مليون في المية لان ده تعب وشأة وعرق فما ينفحش تخسر فلوسك بسهول تمام بقولك لو كان الشريك سوف يخل الى عمل جماعي فيتم التركيز على المواقف الصعبة التي قد تتعرضوا له وكيفية سيتعامل مع الشريك الاخر يعني لازم انت دلوقت راجل مهندس او راجل مقاول وبتاخد شغل افترضنا مثلا انت اضطريت انك تشارك سين من الناس لازم تعرفوا كل حاجة في الشغلان احنا بنعمل ايه وبنعمل ايه وبنعمل ايه والحتة اللي احنا بنعملها دي خلي بالك فيه مشاكل الشركة اللي احنا دخلناها دي مستخلصاتها بتتأقر فلازم انت بقى معاي في الوحشة قبل الحلوة لازم تعرف المخاطر بتاعت الشغلانة الفلوس بتاعتك احنا دلوقت احنا حطينها مش ربح مثلا 20% وارد جدا ان يحصل مشكلة في الضرائب يحصل مشكلة في عدم تقدره الامور فوارد جدا انها مش الربح ده ينزل 15% لازم تكون معرفه كل حاجة عن المشروع ويفضل بقول لك اجب ان يكون الطرف الاخر لديه خبرة في نوع العمل الذي سوف تقوم اللي هتشاركه فيه يعني انت مثلا مقاول ودخل شغلانة معينة يفضل يفضل ان الراجل اللي انت هتشاركه يكون مقاول زيك وتشاركه بعض في شغلانة ما يكونش واحد بعيد عن الشغلانة خالص وتروح تقول له تعالى نعمل شراكة مع بعضه ونخش شركة مع بعضه في المشروع ده فمش هيبقى مساعدك بالشكل الكافي زي بقى لما يديك فلوس هو بيدي 100 الف عايزهم يرجعونه 200 الف فالموضوع برضو ايه ما بيبقى السهل للدراجات بخلاف بقى لو هو ايده معك في المشروع وهو عارف كل كبيرة وصغيرة بيبقى فاهم الامور وفاهم بواطنة الامور ماشية ازاي لانه في الاخر حطت ايده في الشغلانة وفاهم الدنيا فالشركة اللي بيدفع فلوس ده بس انا بقىش عارف حاجة تمام لا يجب ان يتم الدخول بالشراكة مع اي طرف في العمل لمقرد عدم القدرة على دفع راتب فمنها الافضل توظيف الشخص المناسب في المكان المناسب يعني انت مثلا ما تكونش شغال معاك مثلا مهندس معين والمهندس ده انت مش قادر تدفع المرتب بتاعه فتقول له والله ادخلها اصطلع تعالي شركني فالموضوع ده ايمن بتنتهي بالفشل يجب ان تتنوع مواطن القوة بينك وبان الشركة الذي يتم اختياره لهذا يعني ما يسل وليكن مثلا اختار شريك الشريك اللي انا هختاره يكون علاقاته كويس انا راجل علاقاته على قدي شوية بس تفاهم في الشغل وشاطر جدا في الشغل ومعايا فلوس بعرف امشي الدنيا هو يخش معايا برضو بالفلوس لكن هو مش شاطر بس هو شاطر في حاجة تاني هو شاطر في علاقات يعرف يخلص ورق في اماكن معينة يعرف ينجز لنا في موضوع المستخلصات الصرف بسرعة وهكذا تاني حاجة بقى يعني الشريك بالمجهود لا افضل هذا تماما معينه مغهود يعني فيه ناس بتخش شركة في بعض المشاريع بالمغهود انا لا افضل هذا تماما اللي بيبقى دافح فلوس اللي بيبقى دافح فلوس يا باش مهندس دايما بيبقى قلبه على الشغل اللي بيبقى دافح فلوس دايما بيبقى قلبه على الشغل وخدها قاعدة سبتة في حياتك الدخول مع شراكة مع الشخص الذي يكمل مواطن القوة لديك حتى تحقق الزيادة في الأرباح قلنا دي لابد من كتابة كل الالتزامات التزام كل طرف منهم في عودة تجنب المشاك يعني لازم ما تقول احنا نشارك بعض يلا خدوا الفلوس يلا نشتغل كده لا لازم يبقى فيه عقود شراكة وعقود الشراكة تبقى موسقة عشان تضمن لكل واحد حقه تمام في الفصل ده من الكتاب معايير يقطع طبع الشراكة عنك حمى حزير يجب اجتنابها كل ده بنتكلم عنه في الفصل ده من كتاب دليل المأولات الدليل الشامل في عمل المأولات وتقسيس الشركات حساب بقى يعني حساب نسبة الشرك بالمجهود او الادار وكيفية تقسيم الحصص كيفية تقسيم الحصص بين الشرك اللي هي دي طبعا مش مهندسين في حتة تاني العلاقات المالية بين الشركاء وعن نتكلم عنها كيفية حساب نسبة الربح ونصيب الشريك وتوزيع الارباح هي الحتة دي يا بش مهندسين اللي احنا بنتكلم فيها دي الحتة اللي مهمة جدا رايزالها وقت طويل عشان نشرح ان شاء الله مع بعضينا بقول لك بقى شروط الدخول الشريك في المشروح قائم بالفعل والدخول بالمجهود له ثلاث حالات شرحينا مع بعض بالتفصيل القانون الذي يحكم عقد الاتفاق او عقد الشراك في القانون طبعا بيعكم الموضوع ده واخيرا جبتلكم صيغة عقد شراكة اا يعني هو الاشهر والمعروف في الموضوع ده النموذج العقد ده اا بحيث ان انت لو دخلت شريك مع اي حد النموذج ده ثابت وموجود برضو النموذج ده في البركود اللي معك الكتاب مجرد حضرتك بتنزله بس وارده بتغير فيه البيانات بتاعك وبتاع الشريك وتغير فيه بعض البنود وخلاص المهم بقى في الموضوع لا يخفى على احد اهمية الشراكة وخطراتها في الوقت نفسه فكم من اصدقاء واقارب تسببت الشراكة في خسارتهم لبعضهم البعض لو هتشارك حد تشارك وانت عندك تمام الصقة ان مش هيحصل مشاكل بينك وبينه ده كانت حلقة بسرعة كده من داخل كتاب دليل الموضوع شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته